بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين لدي أخ سائل يقول ممكن تحدثنا عن براءات الاختراع في الوقت الحديث من الأشياء التي تؤيدها هي حفظ الحقوق وأن المؤلف والمبتكر له حق في الحصول على المال مقابل جهده وتعبه ولكن هل من المعقول أن يحرم ملايين وملايين البشر من الفائدة من اختراع قد يفيدهم فقط لأنهم لا يمتلكون المال قس على ذلك مثلا الطلاب في سوريا حيث يكون راتب الموظف عشرين دولارا وثمن أي كتاب في الطب في أوروبا ثلاثون أو أربعون دولارا وهناك كرسات طبية لمدة سنة واحدة سعرها ألف دولار هل يجوز تحميلها مجانا خصوصا إذا كان الفرد أصلا لا ينوي شراءها لعدم قدرته على ذلك ما هي براءة الاختراع؟ الإنسان إذا اكتشف شيئا أو اخترع جهازا أو مادة أو عرف شيئا من الأسرار جرى الغربيون على إعطائه براءة الاختراع وبراءة الاختراع يعني هذا الشيء يمكنه من الاستفادة المالية من هذا الأمر بحيث لا يسرق جهده لا يأخذه شخص آخر وينسب الاختراع لنفسه ويأخذ المال مثله أو يقرب منه جدا حقوق التاليف وحقوق النشر يأتي المؤلف يتعب ويهرق نفسه ثم يقوم بأطروحة هذه فيها حلول لمشاكل معينة في أي مجال من مجالات الدين أو الدنيا فيأتي إنسان يسرق هذا الجهد كاملا ويفتسم منه فيتضرر المؤلف الأول بالنسبة لحقوق النشر ذكرنا هذا سابقا في تسجيل خاص براءة الاختراع تشبه هذا الأمر الأمر يتجاذبه قضايا عديدة الأول القاعدة الأولى تقول هذا علم والشريعة لا تجيز كتمان العلم من تعلم علما فكتمه ألجمه بلجام من نار يوم القيامة فلا يحل لك كتمان العلم هذا هو الجانب الأول الجانب الثاني حق الابتكار هذا هو شيء جديد هو شيء مولد ما عرفناه إلا بعد يعني ارتفاع الحضارة الأوروبية وبعد الثورة الصناعية وبعد ما يسمى عصر النهضة هل عندنا مثل هذا الأمر في الإسلام كان أشياء تشبهه لكن هذه كانت تدخل في الصنعات لا يعدونها في العلوم فرق بين العلوم وبين الصناعات أصحاب المهن وأصحاب الصناعات هؤلاء يرتزقون أما العلماء فالأصل في عملهم في شريعة الإسلام هو أن يكون حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى فأصحاب الصناعات اليدوية والمهارات ولذلك أحيانا تجد يختلفون في أمر في الخط مثلا هل هو علم من العلوم أم هو صنعة وحرفة باعتباره يجلب رزقا كثيرا على الخطاط هذا يجعله في الحرف وباعتباره قائم على أصول علمية وموازين دقيقة فهذا فيه معنى العلم ما دام فيه معنى العلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلم علما فكتمه ألجم بالإجابة من النار يوم القيامة فكل علم لا يحلك تمانه ولكن أن تختص أنت مثلا بالشيء هو رزقك وصنعتك الممنوع أن تكتم العلم ولكن أن تعلم من يستحق هذا العلم بشروط معينة لك أن ترتزق منه مثلا إذا كان عنده قدرة وأنت ليس عندك رزق إلا هذا بحيث يعني يمكن هذا يعني لا يوجد مانع من هذا الأمر لأنه أنت لن تعلمه وتعلمه وتتعب من نجله وتسهر من نجله وأنت تعب سنوات طويلة فلك أن تأخذ هذا الأمر بالنسبة لبراءة الاختراع المشكلة أن هذه الأشياء جاءت في الحضارة الغربية كيف يعني في الحضارة الغربية يعني ليست حضارة قيم فالمقياس عندهم هو المادة وليس القيم وليس الآخرة ليس إرضاء الله سبحانه وتعالى ولذلك المسألة مادية بحتة يعني نحن الآن يجب أن ننظر بموازنة إذا ما نظرنا إلى الشركات الكبيرة التي تأتيها أبحاث علاجية ودوائية كفيلة بالقضاء على مرض معين فتشتري منك براءة الاختراع بثمن كبير جداً تعطيك مثلاً خمسة عشر مليون دولار خذ أن تعيش غنياً الآن ولكن هذا الحق لنا وممنوع أن تتكلم فيه مع عقد يمنعك من الكلام لماذا؟ لأنها هي تأخذ مليارات سنوياً من الأموال بالإتجار بمغض الناس هذا يذكرني بعنوان يقول ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين هذه الخسارة بسبب انحطاط المسلمين هذا جانب تقديم الربح مطلقاً ولو على أساس شقاء ملايين البشر هذا الأمر يجب أن يزول ولكن ما الذي يزيله؟ المسلمون لا يستطيعون إزالته فهذه حالة خطأ وجود براءة اختراع بحيث يحرم المستفيد من هذا الاختراع وهو آلاف الناس والرزق يأتي لفلام من الناس يعني تصور نحن نتاجر بآلامكم وأمراضكم ويهمنا أن تزيد هذه الأمراض وأن تنتشر وأنت أيها الباحث خذ أجرك هذا مقياس فاسد جداً ترفضه الشريعة تماماً فنحن مع الموازنة لابد لصاحب الاختراع أن يأخذ حقه وأيضاً لا يجوز الكتمان نحن مع القوانين التي تمنع التعدي على حقوق الآخرين لأن لاحظنا حينما حصل التسيب في النشر في بلاد المسلمين وجدنا الكتاب والمؤلفين والعلماء في الغرب يعيشون في بحبوحة هذا يؤدي بالآخرين أن يعملوا من أجل أن يعيشوا مثلهم والناس يستفيدون من هؤلاء بينما هنا ما الذي يحصل؟ الكاتب المسكين يتعب ويرهق نفسه ثم بعد ذلك الناشر السارق هو الذي يأخذ الأموال هذا لا يشجع الناس على العمل ولذلك أكثر العلماء لا يبايلها بكتبه بيعت ذهبت جات ليس مشكلة يقال له بيع كتابك يقول خاص لا مشكلة لماذا؟ الحقيقة العبد الفقير سرقه مني بعض الكتب وطبعت حتى باسمي أيضا طبعت باسمي لكن أنا لا أعرف ما الطبعة الأمر هذا بالنسبة لماذا؟ يعني حصل عندنا هذا الخلل فالأصل هو أن تبقى براءة الاختراع لصاحبها والأصل أن يستفيد وأن يرتزق لكن يحرم كتمان العلم سواء من جهته هو ولو على الأقل لجهة محصورة حتى لا يكون كاسما يكون لأهله يدرسه يستفيد منه بأي طريقة ليس عندنا مشكلة وكذلك المؤلف في الكتب سابقة قلت الأصل هو عدم الأصل في الأصل العلم مبدو للجميع طيب أقذ حقوق النشر سيضر بالنشر ويضر بالمؤلف ويضر بالأمة إذن لا مانع من حقوق النشر طيب إنسان لا يستطيع وإنسان عاجز والكتاب متوفر أو الاختراع متوفر أو البرنامج متوفر وهو يستخدمه لغرض علمي غير تجاري علمي غير تجاري هذا إن شاء الله ليس فيه إشكال لأنه لا يرتزق من هذا العمر أما أن ترتزق وصاحب الرزق الحقيقي يحرم وفتاوى في بلاد مثل باكستان وغيرها فتاوى فتاوى من الشيوخ بسرقة حقوق النشر فيأتي الإنسان يتعب ويؤلف كتابا ضخما جدا ثم يسرق ويباع برمع القيمة هذا أما هذا ليس عدلا ظاهر تماما أن هذا ليس عدلا إذن نعود إلى أصل الموضوع لا مانع من براءة اختراع على الدول أن تسن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الناشرين بحيث يرتزق من هذا الأمر كذلك يجب السيطرة على قضية كتمان العلم لأن العلم ما جاء به ليكتم وهذه الشركات تمارس خيانة عظيمة بحق الإنسانية فقط من أجل جانب الربح لا أكثر ولا أقل هذا الأمر نحن نعطيه مجرد نصائح وأحكاما عامة لا تطبيقها يعني يعصر لماذا؟ لأن الأمر ليس بأيدي المسلمين لكن نحن نتقف الناس عسى الله تعالى أن يهيئ في يوم من أيام جهة تستطيع أن تعيد المجد للمسلمين حيث كان العلم كله بالمجان في عصر الدولة الإسلامية العلم الدولة مرتاحة من ميزانية التعليم والصحة التعليم والصحة الدولة مرتاحة منهما تماما الراحة كيف؟ كل غني أو وزير أو سلطان أو زوجة سلطان أو إغطاعي أو باشا عنده أموال هائلة لكنه ليس له نسل أغنية هكذا يأتي ويأبني وقفا وقف مدرسة كل مدرسة كانت هكذا كل الطلاب يدرسوا بلاشا ويأتي بعشرة مثلا فدادين أو مئة فدان يجعلها ريعا لهذه المدرسة كل زرعها يعود لخدمة هذه المدرسة آخر يبني مستشفى للمرضى ينفق على الطباء وعلى المرضى فميزانية التعليم وميزانية الصحة الأمة كانت مرتاحة من هذا الأمر في عصر عز الإسلام الآن في عصر علمانية بيزنس إز بيزنس كل شيء لا يأتي بمال هذا لا قيمة له لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم